أسلام حبيبتي جزب أغرقكم ملاح بصحة جيدة إن شاء الله وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة قاطو بوسو لتمسو ما كاشم يعرفوش عبت وليت بكم ليامات زمان بالنسبة المقادير تاع قاطو بوسو لتمسو عندي خمسمائة قرام بتاع زبدة وعندي خمسة صفار البيض وعندي سيرو تاع سيترون يعني قارس يعني عاصر القارس وعندي القارس حبها نغمال دو بوات فلون وعندي سكر فاني وعندي سيرو تاع فاني وعندي خميرة تاع القاطو اللي فيها 11 قرام وعندي الملح اللي نسحق منه غير القرصة وعندي سكر غلاسي وعندي الفارينة ألوخ أول عفسة هي لازم أول حاجة إنك الزبدة تاعك تكون طرية باش ما تعدبكش في اللي تكون يتخدمي في القاطو لازم تكون الزبدة تاعك طرية نفرغ الباطة تاع زبدة ونزيد عليها خمس حبات صفار البيض نسحقه غير صفار البيض ونخلط بيد سي نخلط هادو المكونات فالا كمانكم تشوفو نزيد شوية يعني تاع ملح قرصة برك تاع ملح و المبشور تاع القارص يعني حكمت الحبه و سكرفشت لازمت القشرة عفوان وزدت قسم غرفة صغيرة تاع سيرو تاع القارص اني ما عندهش تاعصر شوية قارص ودرت سيرو تاع لفاني و دو ساشي تاع سكر فاني كم نحب زاف لقوت على فاني لقد كترت فاني لكن انا فاني هنا سكر فاني يعني ماشي هديك البودرة تاع الميزان اللي بتكتري من هاي و اللي قطو تاعك مر لا لا هدا سكر فاني يعطي الضوء رائع وحلو ويعطيك تانيل رائحة فاني وهنا عندي دو ساشي تاع فلان فاني عفوان ونحرك بيان بيضيح تايدو هاداك الفلان ساشي تواحدة فيها سيكنت غرام فيها خمسين غرام بتاع فلان فاني هلوخ في زوج ولولي ميات غرام فلان فاني ومبعد نزيد ساشي تاعي تاع الخميرة قبل ما ندير الفاني نسي نخلطها شوية هكا ونرمي عليها الفارينة بالنسبة الفارينة ما قدرش نقول لك الكمية اكزاكتو موش حال تسحقي هي عينك هي ميزانك جوز تطمين مهمة العجينة ديالك تنطمي سايتو وولا نفرغير بشوية 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 حتى تنتحصلوا على عجينة متماسيكة مشي يبسة بزاف ومشي طرية بزاف لما تقدرش تشديها بليد المهم تكون متماسيكة تقدرش تشديها بيدك والا هنا سيتو بيديل قتمه زالها طرية زدت عليها الفارينا عاني نقول ونعاود الفارينا ديالك عفوا لعجينة ديالك مش حتى تكون يبسى 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 هاكا كما كنتشوفو خلاص متامسيكا طريا تتشد في اليد والان نشكل لعجينة ديالي حربوش كشغلة كتديري في المقارات وتقطعي الى قطع صغيرة مش صغيرة بزاف ومش كبيرة بزاف متوسطة تقطعيه كيمة المقارات هذا القاطع يشبه المقارات اللوز في الشكل يعني الشكل تعو كيمة المخبز فوتوكوبي ولكن في البناما يعني ما نكذبش عليكم انا نفضلو على المخبز هلا نحب قائلي قاطع ساك الوغسيبوغسا ما درتش اللوز درتو هاكا واحده غرب كما تلاحظو ما درتش السكر ما درتلني سيكر غلاسي ني سكر عادي نيوالو علىه بس كوحين تشوفو في الاخر انو راح نديرو سيكر غلاسي اللوغمان سحقوش السكر في البداية باش ميجيك لقاطو حلو حلو بزاف اللوغمان ميجيك لقاطو حلو اللوغمان ميجيك لقاطو حلو اللوغمان ميجيك لقاطو حلو كافة شركهم تكون باردة انا جربت معاكم غيرها بحبات بشوفوا الطريقة كيفاش بعد ما اغطيتهم نخليتهم عشر دقائق باش جيت خرجتهم السكر نكمل نرممها بيدي شوية البلايس لي ما تشربوش ونجيب شبيكة والعبصة هكا اللي تتحطي فيها القاطو ديالك باش الدردري من فوق السكر غلاسي والا نوريلكم غيرها بحبات باش الفيديو تاعنا مايجيش طويل بزاف وماتملوش منو حبيباتي الى لاحظتوا يعني الفيديو تاعي توجو نزرب باش الواحد مايجيش كيشوف انا واحدة من ناس كيشوف فيديو في هكا يعني غرب العقل نتقلق نولي غنزرب باش نحب ندير الفيديو تاعي باش الواحد مايجيش كيما نقول لكم كيما كم تشوفوا عفوا نرمم فيهم بالسيك خلق نجيب صفاية من الفوق فارغعليها سيك خلق غلاسي وندردر غير بشوية من الفوق بها التطريقة صدقوني قاطوا هادا نموت عليه تفاصلي كيش ميعرفوش من بكرين اكلو يعني من اللي كنا صغر وقعدت نحبو انا كبيرة وتوجوغ نحبو نحب نديرو في العياد في المناسبات نحب نديرو هكا مع القهوة انا كنت عندي لاني بيغ ساختاع بنتي ألغو جدتو قلت ندير هكا شوية موديلة حلوة قلت لازم بوسو ولا تمسو لازم يحضر نحبوه بزاف مع القهوة وحليم فارغا نجيب لي كيسات توعين وندير فيهم حبيبات تاع القاطو بهذا الشكل وبهذه الطريقة وفي الاخير خلاص لقاطو تاعي والجد وكما راكم تشوفوه بالطبع والشان يا اخويا يا اخويا والبرناماء نحكي لكمش والله العادم غربنين انا يعجبني بزاف بسكو يدوب في الفم صاحبو سولة تمسو بسكو كنتو مسيه تفتت فوالا نتمنى الوصفة تعناها اليوم تكون عجبتكم وتكون نالت اعجابكم ونتمنى تجربوه على كل حل على بالي ما كشني ما يعرفوش ولكن عاودت حيات الذكرات تعبكري هكذا باش ما نسمحوش في العادة والتقالي التوعنا وفي الاخرى نقولكم ما سوش دي ولي جامد ابوني في القناة حتى يصيل لكم كل ما هو جديد وشكرا اشتركوا في القناة